اشتركوا في القناة تنسجم ابدا مع ما تحظى به الجمهورية اللبنانية من دعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتؤكد مملكة البحرين ان قرار المملكة العربية السعودية يعكس حرصا كبيرا على الشعب اللبناني الشقيق لكي لا يكون اسيرا لاملاءات من قبل اطراف خارجية ولهيمنة حزب الله الارهابي الذي بات متحكما في القرار الرسمي للبنان ويقوم بتوجيهه على نحو مخالف لمصالح الشعب اللبناني وارتباطه الاصيل بمحيطه العربي واذ تثمن مملكة البحرين قرار المملكة العربية السعودية باعتباره خطوة ضرورية فانها تتطلع الى ان تعيد الجمهورية اللبنانية حساباتها وتراجع مواقفها وتردع حزب الله الارهابي وتوقف ممارساتها المرفوضة وتنظم مرة اخرى بالصف بل تنضم للصف العربي حتى لا تكون ثغرة ونقطة ضعف للامة العربية في وقت يتطلب حجد كل الطاقات العربية وتقوية منظومة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف والرؤى كي يتجاوز الجميع هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها المنطقة ومن اجل التغلب على كافة التهديدات التي تواجه الدول العربية وتحقيق تطلعات شعوبها في الامن والسلم والاستقرار وفق اسس قوية وراسخة اشتركوا في القناة